السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درس جديد إذا كنت أول مرة تشاهدنا القناة تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو مع الأزدقالة عم الفائدة نتكلم في هذا الفيديو عن واحد من أهم الدروس في اللغة الإنجليزية والأساسية التي يجب معرفتها لا نطيل في المقدمة مباشرة ندخل على صلب الموضوع نتكلم عن pronouns إذن الضمار عدنا أربع عنواع من الضمار عدنا ضمار بحالة subjective case يعني حالة الفاعل حالة objective case يعني حالة المفعول به possessive adjectives يعني صفات الملكية possessive pronouns ضمار الملكية إذن أربع عنواع من الضمار من المهم معرفة جميع هذه الضمار وكيفية استخدامها في اللغة الإنجليزية بحالة الفاعل إذن سبع ضمار في كل مجموعة سبع ضمار يجب أن نعرفهم إذن أولا يجب أن نعرف هذه الضمار بعدها نتكلم ما هو الفرق بيناتهم وكيفية التفريق بينهم واستخدامهم في جمل مفيدة بحيث تستطيع أن تستخدمهم بشكل سهل لأنهم مهم جدا في الكتابة والمحادثة في اللغة الإنجليزية إذن أي آي هي شي ت وي يو ذي هذا الضمار بحالة الفاعل بحالة المفعول به لدينا آي تصبح مين هي هم إذن تبقى كما هي ننتبه إذن it بحالة الفاعل وبحالة المفعول به we تصبح us we us you أيضا تبقى كما هي إذن it you كما هي بحالة الفاعل وبحالة المفعول به they تصبح them بهذا الشكل إذن المجموعة الثانية بحالة المفعول به فقط في البداية راح نكتبهم بعدها نشرح كل واحدة على حدة إذن I me he him she her it it we us you you they them إذن ننطلق من الضمار بحالة الفاعل المجموعة الثالثة صفات الملكية كنت تشتاق من الضمير I يعني المقصد عرفنا المجموعة الأولى الباقي من خلال كل ضمير بحالة الفاعل مقابله بحالة الملكية ضمير ملكي و مفعول به I we use my he we use my his she hair it we our he our is our their إذن بهذا الشكل إذن لاحظ المجموعة الأخيرة تشتغ من المجموعة الثالثة يعني الصفة الملكية هي نفس ترجمة الضمير الملكي لكن الفرق في الاستخدام راح نلاحظ في الفقرة اللي تريها نفس ضمار الملكية هي نفس الصفات الملكية لكن my تصبح mine بهذا الشكل الباقي المنتهي بـ S مثل عندنا his أيضا كما هي موجودة S نلاحظ كما هي its أيضا كما هي موجودة لـ S الباقي فقط نضيف لها S مثل عندنا her تصبح hers our hours your yours their theirs إذن بهذا الشكل إذن نفس المجموعة الثالثة والرابعة صفات الملكية وضمار الملكية نفسها نفس الترجمة لكن تختلف فيها الاستخدام من ناحية الشكل my تصبح mine his كما هي its أيضا كما هي باقي ضمار مثل her فقط نضيف as hers our ours your yours their theirs إذن نحفظ بهذا الشكل I me my mine بهذا الشكل نحفظه he he him his his is she her her hers it it its its we us our ours you you your yours they them their theirs إذن بهذا الشكل يجب أن تحفظ بصم إذن أربع مجموعات ننطلق من المجموعة الأولى كل ضمير يقابله أيضا صفة ملكية أو ضمير ملكي يجب معرفتهم شكل بصم I أنا he هو she هي it هو وهي لغير العاقل يعني غير الإنسان we نحن U إلى خمس ترجمات أنت أنت أنتما أنتم وأنتن إذن يجب أن يحفظوا بصم هم هما هن me نقول give me أعطني يعني ترجمها ن هم أعطه ها أعطها it هو وها لغير العاقل لغير الإنسان أعطينا أيضا you كما قلنا نفسها لكن لها خمس ترجمات أعطيك أعطيك لاحظ أعطيكما أعطيكم وأعطيكنا them give them يعني أعطيهم أعطيهما وأعطيهن بحالة الملكية مثل my car سيارتي يعني لي his له لها it له ولها لغير الإنسان أو لنا you يعني لك ملكيتك لكي لكما لكم لكن كما قلنا خمس ترجمات أيضا يكون خمس ترجمات they لهم لهما لهن لاحظ مجموعة الأخيرة نفس ترجمة صفات الملكية إذن لها نفس الترجمة لكن الفرق في الاستخدام سنلاحظ بعد هذه الفقرة إذن mine هي لي his له hers لها وهكذا إذن نفس المجموعة الثالثة والمجموعة الرابعة نفس الترجمة لكن الفرق في الاستخدام ننتبه المجموعة الأولى كما قلنا بحالة الفاعل تأتي في بداية الجملة يعني قبل الفعل مثلا I eat fish إذن أنا أكل السمك اللاحظ ضمير I جاء في ذات الجملة قبل الفعل لذلك سمينها ضمار بحالة الفاعل يعني الشخص الذي يقوم بالفعل إذن تأتي قبل الفعل جميعها تأتي قبل الفعل في الجملة الإنجليزية المجموعة الثانية بحالة المفعول به دائما المفعول به يأتي بعد الفعل إذن جميعها تأتي بعد الفعل مثلا نقول give me يعني give أعط عندما نقول give me يعني أعطيني ملاحظين إذن هذا الضمار تأتي بعد الفعل مثلا give me give him give her give us عندما نقول give us أو give us بمعنى أعطينا give كما قلنا أعط عندما نضيف us تصبح أعطينا وهكذا إذن جميعها نفس الطريقة إذن المجموعة الثانية بحالة المفعول به تأتي بعد الفعل مباشرة بعد الفعل مباشرة الصفات الملكية يأتي بعدها اسم مثلا نقول this is my car يعني هذه سيارتي لاحظ my جاء بعدها اسم السيارة اسم this is my cat this is my house يعني هذا منزل هذا قطتي لاحظ الصفة الملكية نستخدمها قبل الاسم لا نستطيع نقول this this is i car خطأ ولا نستطيع نقول this is me car أيضا خطأ ولا نستطيع نقول this is mine car هذا خطأ إذن نستخدم صفة ملكية ويأتي بعدها اسم إذن يأتي بعدها اسم وهي تأتي قبل الاسم لذلك نسميها صفة ملكية كما نعلم دائما الصفة تأتي قبل المصوف مثلا نقول a red car سيارة حمراء red صفة أتت قبل الاسم لتصف السيارة لذلك سميناها صفات ملكية لأن تأتي قبل الاسماء المجموعة الأخيرة كما قلنا نفس الترجمة لكن تختلف في الاستخدام إذن ضمائر الملكية لا يتي بعدها اسم مثلا نقول this is my car not hair car يعني هذه سيارتي وليس سيارتها اللاحظ car عندناها مرتين لذلك نحذف car الثانية نحذف hair car ونستخدم بدلا hair car نستخدم hairs اللاحظ hairs hair نستخدم معاها hairs تصبح this is my car not hairs وليست ملكيتها أو خاصيتها يعني this is my car not hairs ماذا يعني hairs يعني hair car يعني تفيد عدم تكرار الاسم المجموعة الأخيرة تفيد عدم تكرار الاسم ولجمالية اللغة إذن جمالية جمالية اللغة لماذا car لاحظ مرتين لذلك لكي لا نكرر الاسم مرتين بدلا الصفة الملكية الصفة الملكية والاسم نستخدم بدلا عنهم ضمير ملكي إذن هذه بدون اسم يعني لا يتي بعدها اسم المجموعة هذه بعدها اسم أو نقول قبل الاسم المجموعة الثانية المفعول به بعد الفعل تأتي والمجموعة الأولى قبل الفعل بهذا الشكل نهاينا درسنا لهذا اليوم تكلم فيه عن الضمار أربع أنواع من الضمار يجب معرفتهم بشكل بصم أساس اللغة الإنجليزية الضمار تساعدك على التحدث والكتابة بشكل أسهل وأسرح في اللغة الإنجليزية طبعا اللي حب يرجع تكلمنا عن كل واحدة بشكل مفصل لكن حبيت بهذا الفيديو أن أجمعهم في مكان واحد لكي يستذكرهم معا ويكون الأمر أسهل لدينا أتمنى أن قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو وضع لك فيديو اللي يصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته